مرحبا بكم في فعالية جديدة من فعاليات مؤسسة أصدقاء ذوي الإحتياجات الخاصة في قطر من خلال قناتكم قناة علم كفيف تقني في الزلو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة عالم كفيف تقني التابعة لمؤسسة أصدقاء ذوي الإحتياجات الخاصة في قطر وأهلا بكم في هذا اللقاء الاستثنائي الذي يدور حول مستجدات توكباك 5.1 الذي لا يزال تجريبيا فقط وحصريا على عالم كفيف تقني هذه الفقرة تقدم بالتعاون مع أندرويد المكفين على فيسبوك وواتساب لقناة عالم كفيف تقني التابعة لمؤسسة أصدقاء ذوي الإحتياجات الخاصة في قطر انتظروا حلتنا الجديدة من 1 نوفمبر 2016 انتظروا الأستاذ محمد عبد الفتاح في قناة عالم كفيف تقني في الزلو وهو يقدم لكم كل جديد في عالم الأندرويد في كل خميس من كل أسبوع بتمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسع بتوقيت مكة السادسة بتوقيت جرينيج مع كل جديد وعالم كفيف تقني دوما معكم لتصلوا إلى عالم في إمكانية الوصول بشكل أفضل أهلا بكم من جديد قبل ما أبدأ كده كنت عايزة أقول لحضرتك حاجة مهمة سمعها مني أن دلوقتي توكباك يا جماعة بيتحدث بمثابة كل الثلاث شهور يعني وده حاجة جميلة جدا كان شاين بلص هو اللي معودنا أن كل شهر تقريبا يحدث ولكن حصرت له شبه انتكاسة بصراحة وهفضل أقول كده لأن أولا تحديثاته ما بقتش ملموس فيها إيه اللي بيحصل تاني حاجة التحديثات بقت بطيقة أما توكباك من سنة تقريبا عودنا على ثلاث شهور تحديث ثلاث شهور تحديث فالنهارده أنا هكلمك عن إيه اللي حصل في تحديث توكباك خلينا أديك بس أكلمك بالأرقام كده عن حاجة معينة عايزة أقولها لك أن التوكباك بيصدر كل ثلاث شهور وده مش بالكلام بس لا بالأرقام اللي معايا بتأكد كده إحنا النهارده كيام يا جماعة إحنا النهارده 12-11 لو فرضنا أن توكباك ده صدر 11-11 أو 12-11 خلاص يعني حسب أمريكا وحسب القاهرة أو العالم العربي في التوقيت فطبعا الرسمي لسه مصدرش ممكن الرسمي يكون كمان أسبوع أو كمان عشر تيام حسب ما بيتم الموافقة وأن الأعضاء ما بيلاقوش مشاكل في الجديد اللي أصبح في توكباك لو لقوا مشاكل ممكن نتأخر شوية الرسمي ولكن معالينا النهارده 12-11 كان في توكباك قبل كده اللي هو 5.0.4 اللي هي النسخة الرسمية صدرت يوم 7 أغسطس يعني بين دي وبين دي 4 شهور تقريبا 7 أغسطس لا 3 شهور آسف يبقى 3 شهور زي ما احنا قلنا 7-8 يعني 3 شهور في توكباك كمان اللي هو 4-5-1 صدر يوم 18-6 صدر يوم 18-6 خلاص و 4-5-0 لازم أقول لكم المقدمة دي عشان مهمة برضو عشان الناس تتابع خلاص 4-5-0 صدر يوم 7-6 طبعا هو كان فيه تحديث جزء بس ف4-5-1 دي عشان كده ما تأخرش قوي عادي أقول لكم أن 5-0-4 يعني ظلوا في تجربته كان اسمه 5-0-1 و 5-0-2 و 5-0-3 من أول شهر 7 تقريبا أو من آخر شهر 6 لغاية مصادر رسميا في 8 في شهر 8 في 7-8 زي ما قلت لكم طيب كفاة بقى أظن أنت بتقول كفاة كده بقى يلا ابتدي معنا وقول لنا إيه اللي حصل بالزبط وفهمنا إيه اللي بيجرى علشان نبقى مستعدين للمستقبل ونبقى عارفين إيه اللي بيحصل وهنودي هواتفنا دي فين وهواتفنا دي هتنفع بعد كده ولا إيه النظام خليك بس معايا كل اللي معايا يفضل معايا وهقول لكم هبدأ هقول لكم دلوقت إن شاء الله القصة بس لازم كارت المقدمة دي وأعتقد إنها برضو مفيدة خليك معايا خمسين شخص معايا محدش يروح في أي حتة تانية علشان تسمع إيه اللي حصل في توكباك الجديد أهلا بيكم 8 و 7 دقائق 6 و 7 دقائق 9 و 7 دقائق طيب إيه اللي حصل في توكباك يا جماعة النهاردة خرج بيان رسمي من فيكتور المتحدث الرسمي باسم مطوري توكباك بيعلن فيه عايزين نخلي بالنا كده تعال نقرب داية البيان بيقول لك نحن سعداء you are happy أنا بقرأ خلي بالك الاليكوانس في ودني بيقرأ في الكمبيوتر وهترجم لك إن شاء الله هو بيقول لك نحن سعداء للإعلان عن النسخة التجربية العامة يعني النسخة التجربية العامة يعني خلي بالك بيبقى فيه نسخة تجربية قبل دي كمان ما بتظهرش إلا لمطورين خصوصيين أنت فاهم؟ طيب هنتأمل في البيان كده خليك معايا علشان هنتأمل في البيان كله مش بس هنحكي إلا حصل خلاص فهو بيقول إحنا سعداء جدا أن نعلن لكم عن صدور نسخة التجربية العامة خلاص اللي هي رقمها خمسة فاصلة واحد والنسخة الأخرى اللي هي رقمها خمسة فاصلة صفر فاصلة سبعة خلاص كده خلي بالك معايا هو بيعلن عن اتنين خمسة فاصلة واحد وخمسة فاصلة صفر فاصلة سبعة إيه ده بيعلن عن اتنين ليه المشكلة إيه اللي حصل إيه اللي جرى هو اللي بيعلن عن توك باك يعلن عن حاجتين في وقت واحد طيب ما هو كفاية واحد بيتضمن اللي حصل كله لا مع المشكلة جاية هنا هاي بس خليك معايا المشكلة جماعة ايه المشكلة هنسمعها دلوقتي من تكملة بيان فيكتور بيقول بيقول توك باك خمسة فاصلة واحد سيعمل على الأجهزة التي يعمل عليها أندرويد خمسة فاصلة واحد في ما فوق أند أبوف خلاص بينما توك باك خمسة فاصلة صفر فاصلة سبعة سيعمل فقط على الأجهزة العاملة بأنظمة جيلي بين وكيت كات وأول اللي بوب اللي هو خمسة زيرو واحد وخمسة زيرو اتنين دي نسخ نزلت من اللي بوب بعد كده نزلت نسخه مستقرة اللي هي خمسة واحد واحد تمام كده جماعة طيب يبقى اللي خمسة واحد واحد هيشتغل عليه اللي هو اسمه خمسة واحد خلاص أما اللي قابل منهم خمسة زيرو واربعة 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 تنين خلاص واربعة تلاتة واربعة تنين اتنين واربعة واحد هيشتغل عليه توكباك اسمه خمسة فاصلة صفر فاصلة صبعة اللي اتنين تجربيين احنا حصلنا بالفعل على توكباك اللي هو الخمسة فاصلة واحد ولكن لم استطع الحصول على خمسة فاصلة صفرة فاصلة سبعة ولكن ان شاء الله هو يأتي لكم على المتجر قريبا باذن الله ولو حصلت عليه قبل ما ييجي على المتجر ان شاء الله هده لكم يبقى احنا كده بتعالي فهمنا النقطة الاولى من البيان خلاص كده طيب تعالى عن النقطة التانية مهمة جدا ايه هي النقطة التانية ايه هي النقطة التانية خليك معايا واسمع بيقول بيستكمل فيكتور انا بقرأ لكم في البيان مباشرة يعني انا بقولك الترجمة اللي قدامي خلاص انا حتى ما ترجمتوش بجوجل ولا بان فيديو يا جماعة دي ترجمتي الشخصية ورب اكون موفق فيها بس ان شاء الله هي سليمة الى حد كبير طيب بيقول توكباك خمسة فاصلة صفر فاصلة سبعة اللي هو بيعمل على اجهزة الجيليبين والكيتكات واول اللولي بوب هيكون اخر اه مشكلة قبيرة هيكون اخر توكباك محدس لهذه الاجهزة تاني توكباك خمسة فاصلة صفر فاصلة صفعة اللي بيعمل اللي احتفق ان هو هيعمل على الاجهزة التي تحمل جيليبين وكيتكات واول اللولي بوب خمسة فاصلة صفر واحد وخمسة فاصلة صفر اتنين خلي بالك بيقول كده خلي بالك دير بالك خذ حذرك اني هذا الاصدار هو اخر اصدار تحديثي للعمل على هذه الاجهزة من توكباك خلاص طب عايزين نقف عند الحتة دي شوية ايه ده يعني معنى كده ان الاجهزة بتاعتنا مش هتشتغل تاني التوكباك هيوقف على لا مش هيوقف بس ده اخر تحديث زي ما بالزبط ويندوز زي ما بالزبط ماكروسوفت تقولك انا خلاص مش هقدم لويندوز سيفن دعم تاني خلاص هي التكنولوجيا بقت كده طيب بيستكمل قائلا بيقول ان ما فيش ما فيش خطة حاليا خلاص لتحديث توكباك للاجهزة العاملة بيقولها كده بالنص تاني بعد ما قلت الكلام اللي قبل كده ما فيش خطة خلاص لم يعود هناك خطة لتحديث التوكباك على الاجهزة العاملة بالجليبين والكتكات واول اللوليبو كلام الراجل واضح عشان الناس اللي بتقول لي يكلموا وفهموا الحاجات ديت خلاص لا الكلام الراجل واضح يعني بتهيأ لي 944 OFF بتهيأ لي مش عارف ازاي هنكلمه يعني معتقدش 0.0 ديسابل بطن 128 بطن 9.0 بطن طيب بيقول اي كمان انا ارجو ان الناس اللي هي بتحمل اندرويد كتكات وجير بينما يمشيوش عشان تبقوا فاهمين اللي بيتقال بالضبط خلاص طيب وبيقول كمان ان توكباك 5.0.7 لا يحتوي على اي وظائف جديدة توكباك 5.0.7 اللي اتفق انه يكون اخر تحديث توكباك هتأخذه اجهزة اللي عاملة بالكتكات والجيربين واول اللي بوب مش هيكون فيه تحديثات او مش هيكون فيه وظائف جديدة بل بيقول بيستكمل بل هي اصلاحات بعض الاصلاحات العامة والشوائب بعض الاصلاحات والشوائب العامة يعني انه لما حطيت الكلمة دي على جوجل قال لي شوائب خلاص طيب بعض الاصلاحات والمشاكل اللي مشاكل شوائط حاجات بسيطة يعني خلاص يبقى توكباك اللي هو اخر واحد مش هيبقى فيه اي وظيفة من اللي احنا نقولهم في التوكباك الجاي اللي هو خاص بالإصدارات لولي بوب 5.1 فيه ما فوق خلاص طيب انما توكباك اللي هو 5.1 ده انا بستكمل من كلامه الخاص باجهزة اللي بوب 5.1 فيما فوق فاليكم ما جرى به من تحديث تخليك معايا عشان تسمع ايلا حصل في توكباك 5.1 وكمان هقول ايلا لحظوا الاعضاء وما قالوش فيكتور وايلا لحظوا بتوع اس 3 برضو اعضاء اس 3 وما قالوش فيكتور السلبية اللي قالوها خليك بس معايا ان شاء الله الاعداد يعجبكم خليك معايا تعالى نبتدي بقى مع بعض نعرف ايه اللي حصل في التوكباك اللي هيثبت على اللي هو تجريبي حاليا اللي هيثبت على اندرويد 5.1 لولي بوب فيما فوق يعني فيما فوق فيما فوق مارشاميلو فيما فوق نوجا واللي جاي بعد النوجا او نوجا بفروعها المختلفة فيه على النيكسوس دلوقتي نوجا 7.1 بدأ ينزل طيب قبل قبل يبدأ فيكتور يسرد ايه اللي حصل طبعا بيقول العبارة المشهورة اللي هي بيقولها اي واحد بيعمل برنامج لسه في اطار التجربة بيقول خلي بالك ان نسخة تجربية وان احنا مش مسؤولين عن اي حاجة اي توقفات او اي حاجة وان انت بتجرب على مسؤولتك الشخصية وان احنا من نسأل في اي عطلة او اي حاجة تحصل لك ممكن تبقى بر الموضوع هو بيقول كده طبعا انا بقرأ لك بامانة وقلت لك هنحل للنهاردة بيان التوكباك من فيكتور خلاص طيب اول حاجة هو بيقول يلا الان الى هذه القائمة بالوظائف اللي هي التي وجدت في توكباك 5.1 اللي على الاندرويد 5.1 في ما فوق اول حاجة هو مقسمهم اول حاجة الويب الويب اللي هو التصفح على الويب سيستم فيو عمتا او على الانترنت يعني خاصة من خلال الكروم ايه اللي حصل في الويب اول حاجة بيقول بيكتور الان اصبح توكباك يعلن عن شريط شريط تحميل شريط التقدم لتحميل صفحة الانترنت الله جميلة جدا جميلة يا جماعة ورائعة وممتازة الحقيقة يعني انت دلوقتي بتفتح صفحة هيبدأ توكباك يقول لك 20% 50% 70% عشان بتغلش مد قيدك كده على الصفحة وخلاص وانت مش عارف هي حملت ولا اول ما يقول لك 100% يبقى الحمد لله حملت وتصبر عليه سنة عشان ساعات احيانا في صفحات بتحمل حاجات تانية بعد ما يقول 100% شيء تاني فانت 100% وتصبر شوية شوف هيعد تاني ولا لا خلاص فده اول وظيفة ذكرها فيكتور في قال لك اول حاجة ويب قسمهم اقسام قال بالنسبة للويب ده يا جماعة اللي حصل ان اصبح توكباك بيعلن عن النسبة المئوية في تحميل صفحات الانترنت وذلك على متصفح كروم 52 فيما فوق وذلك على متصفح كروم 52 فيما اعلى او فيما فوق جميل كده ادي اول حاجة قال لنا فيكتور ايه كمان اللي حصل عمي فيكتور لسه معاكم انا محمد عبد الفتاح الساعة 8 وتلت بتوقيت القاهرة اللي حصل تاني بعد موضوع الويب قال ان في حاجة حصلت في تحرير الكتابة داخل مربعات التعديل تحرير الكتابة داخل مربعات التعديل اترى عملت لنا ايه فيكتور بيقول ان تحديد لنص من على الكيبورد الكيبورد الخارجية الكيبورد الخارجية الحين المرة اللي اللي فاتت خلاني باش اكمل وق vors insects بيقول ان ان لما تعمل تحديد للنص من خلال كيبورد الخارجية النص المحدد ده هيعلن او هيزاع يعني هيقول لك مثلا انت خير نفسك انت بتعمل كنترول ايه ما انا بقول لك من العادية ايوة فعلا بينفع كنترول ايه من اللوح الخارجية خلاص هيقوم ينطق النص اللي تحدد كذا النص المحدد كذا طبعا انت عارف او مش عارف انت عارف ولا لا المهم لو مش عارف اعرف ان في التوكباك اللي فات له 5.0.4 كانوا من مميزاته ان لما بتعمل تحديد داخل مربع التعديل بيبدأ ينطق الكلام المحدد خلاص او الحرف المحدد يقول مثلا كلمة selected او محدد الانسان الالي محدد ده لو انت ايه عملت لها تحديد عن طريق القائمة السياق المحلي او حتى بلوحة المكفوفين خلاص المهم تحديد باي وصيلة النهاردة بيقول ان كمان بالكيبورد الخارجية انت دلوقتي بالنسبة للتكست ايديتنج تعديل في المربعات التعديل في الكتابة في النصوص بيقول ان انت يمكنك من الان عن طريق توك باك 5.1 انك انت تحدد لو حددت نص بالروحة المفاتيحة الخارجية هيعلن عنه توك باك او توك باك سيعلن عنه طيب دي حاجة كمان ايه تاني اللي حصل ايه اللي حصل تاني داخل موضوع الايديتنج برضو داخل موضوع التعديل للنصوص بيقول ان من الان لما بتضغط على مربع تعديل مرتين وتفتحه اما بتفتح مربع التعديل مؤشر الكتابة خلاص بيبقى في نهاية حقل الكتابة وليس في وسطه كما كان اه حلوة دي يا جماعة برضو ومهمة يعني انت دلوقتي لو فتحت مربع كتابة وكانت فيه كلام او ما بتضغط عليه الضابل تاب او الضغطتين مش الضغط المزدوج المؤشر هيبقى واقف على نهاية الكلام وهتلاقيه بيقول نهاية الحقل وطبعا هو بيقول بداية الحقل ونهاية الحقل دي من ايه من التوك باك اللي فات برضو ولكن كان فيه شكوى قدمت ان هو لما بيبتدي معهم لما بيبتدي معه بتخش مربع تعديل وتبتدي معاه المؤشر بيبقى في الوسط وبتضطر تفتح القيمة بتاعت السياق المحلة عشان تنقل المؤشر للبداية وتنقل المؤشر للنهاية فهو خلال النهاية لان ده الافتراض يعني انت عايز تكتب بعد الكلام اما لو عايز تكتب قبل الكلام فطبعا انت بتتحكم فيه بمفاتيح خفض ورفع الصوت ترجع حرف حرف خلاص وممكن ترجع كلمة كلمة لو عملت دقة الاحرف كلمات عاديا خلاص بس ده مش موضوع مش باشرح انا النهاردة انا بس بدي فكرة عامة يبقى ايه اللي حصل تاني كمان في التكست ايديتنج بالنسبة يبقى قال لنا حاجات في الويب موضوع التحميل اصبح بينطق تحميل الصفحة شريط تقدم صفحة ده في الويب في اليديتنج قال لنا على حاجتين قال لنا ان لما بتعمل سيليكت لنص باللوحة الخارجية اصبح توكباج بينطقه وقال لنا كمان انك انت لما بتكي تفتح مربع تعديل المؤشر بيبقى في نهاية حقل التعديل او المربع بتاع التعديل خلاص ده من دون الحاجات اللي عملوها ان شاء الله خليك معايا لسه فيه تاني طيب انا لسه معاك محمد عبدالفتاح عبر العالم كفيف تقني قناة تابعة لمؤسسة اصدقاء ذا والاحتاجات الخاصة في قطر القناة تابعة لمؤسسة اصدقاء ذا والاحتاجات الخاصة اللي هي تنطلق في 2017 بحلة جديدة وهيبقى فيه استبيان لها علشان نعرف انت عايزين منها ايه بالضبط والفقرة دي بتقدم من اندرويد المكفر على الفيسبوك والتعاون مع مؤسسة اصدقاء ذا والاحتاجات الخاصة في قطر طيب احنا لسه مع بعض بنكمل ايه اللي حصل في توك باك خمسة فاصلة واحد الذي سيعمل على اندرويد خمسة فاصلة واحد لوليبوب في ما فوق طيب بعد كده بيسمي الحاجات اللي جاة دي وقال لنا عنوان لنا ان دي اسمها ايديتنج اللي تكلمنا فيها مربع التعديل عامة والتحديد النص وقال لنا التانية اسمها ويب هو منظم الحقيقة قال الجاة مثلينيس اللي هي متنوعات حاجات بقى متنوعات حصلت في توك باك خمسة فاصلة واحد زي ايه اول حاجة بيقول ده هو اللي بيقول ها يا جماعة احنا قد نتأكد من الموضوع ده ونشوفه كويس او قال ايه بيقول ان اصبح توك باك بيمنع بيمنع هي ان شاء الله يمنع توك باك اصبح يمنع الجهاز من اغلاق الشاشة عندما تقرأ نصا طويلا لوحده كده يعني انت بمجرد ما هو بيشوف ان ده نص طويل ويبدأ يسترسل كده في القراءة قال بيقول لك ان اصبح توك باك خمسة فاصلة واحد مش ممكن ان الشاشة تتقفل يعني لو انت او بيقول كمان ان في مشروع بدأ ان هو لو في اشعار جه في نص الكلام ما يقطعش عليه هو بيقول كده انا معرفش هو اللي قال كده فيكتور بيقول كده انت احنا نجرب ونشوف خلاص بيقول اول حاجة في المتنوعات ان اصبح توك باك بيمنع قفل الشاشة اثناء قراءة نص طويلا اثناء القراءة اثناء قراءة نص طويل خلاص طيب اه دي هنجربها وبيقول الموضوع الاشعارات ده يعني شوفوه انما هو اللي بيقوله بيأكد عليه انه توك باك مش هيقفل او مفيش حاجة تمنعه من الكلام من تكملة كلامه يعني اللي بيسترسل فيه زي قفل الشاشة ونحوه خلاص فاحنا نجرب الكلام ده طيب في ايه كمان في المتنوعات بيقول برضه هو اللي بيقول ان توقباك يا جماعة الان اصبح بيعادل الصوت صوته هو يعني صوت الناطق اللي معاه اصبح بيعادل صوت الناطق ما بين المكلمة واسناء المكلمة ولما المكلمة تنتهي يعني هو بيقولنا مشكلة ان المكلمة احيانا الصوت بيعلى صوت توك باك بيعلى بعد نهاية الاتصال والكلام ده انتهت انتهت هو بيقول كده خلاص طبعا انا بقول لكم انا بقى فردو في التعليقات ان لازم واحنا بنجرب الكلام ده نحكم عليه نشيل اي برنامج ناطق اسمه متصل لان برامج ناطق اسمه متصل يبتاخد فويس يعني بتقوله هيه اللي بتعليه هيه اللي بتعلي الموبايل يعني هيه اللي بتقوله خلهولي على 100% لما تيجي تتكلم خلاص فانت عايز تحكم على اللي بيقوله فيكتور ده تعمل ايه تزيل اي برنامج ناطق متصل او توقفه وتشوف كده لما يجي لك مكالمه يترى بعد ما تقفل الصوت هيعلى ولا هيفضل زي ما هو خلاص كده هو بيقول ان اصبح توك باك ما بيبقاش له اتنين اتنين صوت يعني صوتش اتنين صوت يعني اتنين خط صوت يعني في المكالمه حاجه وبعد المكالمه حاجه تانية خلاص اصبح بيقول الاثنين واحد بقدر قريب جدا خلاص ده من ضمن المتنوعات اللي حصلت خلاص بيقول المستوى بالزبط كده مستوى ما بين الصوتين او علوين الصوت هيكون نفس الشيء الى حد كبير وبيقول كده جماع طيب ده ده يبقى عندنا حاجه خاصه بالمكالمات وارتفاع الصوت فيها وارتفاع صوت توك باك وانخفاضه وعندنا حاجه خاصه بان توك باك اصبح بيمنع الشاشة من الاغلاق او بيمنع الاشعار ماشي هنشوف هو يقصد ايه بس هي الشاشة يعني ايه دي اللي واضحة جدا الشاشة بيمنع من الاغلاق اسناء قراءة نص طويل خلاص كده طيب في ايه كمان خلك معي طيب في ايه تاني بيقول انه تم اصلاح اللي هي اسمها بتبقى موجودة في قيمة الشيخ العام اللي هي قراءة من العنصر التالي والقراءة من الجزء العلوي تم اصلاحها واصبحت تعمل بشكل طبيعي في كافة الاماكن عن السابق يعني هي كان فيها بعض المشاكل اصبحت الان بتعمل بشكل جيد لقراءة من الجزء العلوي خلاص والقراءة من العنصر التالي اللي موجودين في قيمة الشيخ العام خلاص بيقول انه حل المشكلة دي طيب ايه كمان في المتنوعات بيقول انه حل مشكلة توك باك مع الجوجل فايس سيرش اما بتدوس على البحث الصوتي وتقول مثلا كذا فكان بيتكلم معاك خلاص دلوقتي اصبح توك باك ما بيتكلمش ما بيعلنش عن شيء اسناء ما انت فاتح المايك وده اللي خلى الواتساب لما بتكون فاتح المايك ما بيعلنش عن شيء اما لما بتجي رسالة في الواتساب مثلا يعني ده انا بعلق انا كده هو كلام انتهى عند ان توك باك اصبح الان ما بيتكلمش مع الجوجل فايس سيرش اسناء التحدث خلاص انا بقى بعلق بقول احنا في جروب اندرويد المكفين على الواتس لاحظنا انه احنا بنعلق التوك باك ونشغله التوك باك ما بيتكلمش لان دي اشعار فاي اشعار هو ما بينطقوش اي تنبيه او اشعار تنبيه تنبيه خليها تنبيه خلاص ما بينطقوش ده تعليق انا عن الموضوع خلاص انما لو سحبت عادي هيتكلم لو جات رسالة هو ما بيقولش رسالة من فلان لا هو عشان الرسالة بتزق الرسالة فاحيانا في الواتس بينطق بينطق يقولك ايه مش عارف محمد عبد الفتاح الثانية عشرة مساء خلاص كده ده بسبب ان الرسالة زقت الرسالة انما ما بقاش ينطق التنبيه التنبيه ان رسالة من كذا لا ما بقاش يقول طول ما المايك ممسوك بقى طبعا هو كان عملها للفويس سيرش او البحث الصوتي بس احنا استفدنا منها في بقية الاشياء ودي جميلة الحقيقة برضو مش وحشة ابدا طيب ايه اللي قالوا كمان خليك معايا هتعرف برحب بكل الناس اللي بينضموا والناس اللي مشوا برضو ياريتني بانقول لهم على اللي حصل لان في ناس مشت الله عنا مني التفاصل عندها اللي حصل عندهم برحب بكل المنضمين برحب يعني في ناس او مرة تحضر لنا قبلها فترة ما حضرتش خلاص برحب بايه واحد ايه واحد اربعة اطنين عبد التوباشة الجزار وآدم قرأ القرآن احمد حسنين وآحمد تسعة وستين اشكرك وكتير قوي من الناس باسم نادر ابو اسعد محمود شعراوي محمد سعد الشيخ كمال زمن السعدي المعلم ملاك اخي انت حر ابو صفيان المصري وكتير من الناس اللي اسمهم بالانجليزي او مش واضحة سمحوني انا بس بحيي بعض الناس كده مش اصدي اسكر اشخاصهم بس بحييهم علشانهم حضروا وبحيي كل الناس اللي انا مش عارف انت اسميهم يوسف والحسن طلل الهدي وسلوى وسعد صالح يعني وناس كتير ناس كتير موجودة بحييهم جدا انا بس حبيت اخذ الفكرة دي عشان برضو تخليكم معايا يعني الناس كده بحييها اللي حضرت علشان تعرف ايه اللي حاصل وايه الجاري كل اللي انا مذكرتش اسموه مسامحوني لدي الوقت بس لكن وكمان لبعض العلامات اللي انتو كتبينها لانا مش قادر اجمعها حاليا على طول كده طيب ايه اللي حصل تاني ايه اللي حصل تاني في توك باك يا جماعة ايه اللي حصل في توك باك تاني بيقول طبعا احنا لسه في المتنوعات خلاص احنا عرفنا ان في المتنوعات اه عرفنا ان موضوع البحث الصوتي وتوك باك ايه اللي حصل فيه عرفنا موضوع القراءة من العنصر التالي والقراءة من الجزء العلوي ايه اللي حصل فيها ومستوى الصوت بعد نهاية المكالمة ومع اخذ المكالمة ايه اللي حصل فيه وعرفنا ان توكباك اصبح بيمنع الشاشة من الاغلاق اثناء قراءة نص طويل هو ده اللي بيقوله في المتنوعات لسه في حاجات تانية زي بيقول ان طريقة الامان ركز معايا يا صاحب اندرويد 6 من اللي مع اندرويد 6 يا جماعة من اللي مع اندرويد 6 اللي مع اندرويد 6 يسمع مني اللي هقوله ده فيكتور بيقول هو اللي بيقول برضه انا ما جربتش لسه بيقول اني موضوع الامان والازونات التي كانت لا تعمل مع توكباك اصبحت بممكن تعمل الان اللي هي سماح ورفض ده ها من سماح الازونات او الترخيص او البرميشن خلاص اصبحت الان تعمل مع الشاشة المعتمة خلاص اصبحت تعمل بشكل طبيعي مع وين سكرين استمد استمد عشان لو واحد قاعد هنا بيفهم انجليش يعني هو اللي بيقول خلاص يبقى تعتيم الشاشة مش مشكلة خلاص لما يقبلك اي اذن من اذنات اندرويد 6 لما تجد تغتالي مش يقولك توجد طبقة متراكبة ولا حاجة لا ان شاء الله هيسمح عادي بشكل طبيعي ده ده كلام مين ده كلام فيكتور والله جماعة هون اللي بيقول ميشن خلاص احنا لسه كده في المتنوعات يبقى اللي مع اندرويد 6 هيبدأ يجرب كده ينسي تطبيق الازونات بتاعته ويبدأ يخش يعمل لازوناته من جديد ويخلي الشاشة معتمة ويعمل سماح او قلاو ويشوف هيرضى ولا مش هيرضى خلاص طيب من ضمن المتنوعات كمان بيقول من ضمن الاصلاحات بيقول ان الاوتو سكرولينج او التمرير التلقائي اصبح اكثر زكاء او اصبح اكثر تطورا وبالذات مع التطبيقات الكبيرة في القوائم كفيسبوك وتويتر وغيرهم الكثير وغيرهما الكثير يعني اللي معا فيسبوك دلوقتي يطلع يا جماعة ويسحب عادي عادي كان زمان الفيسبوك يجي يكرر كزا مرة الحتة بتاعت في التوكباك برضو مش بس بشان بلاس اللي هي بتاعت بحس والمزيد ومش عارف ايه والحاجات دي خلاص بيقول على عهدته على عهدته اللي انا بترجم من خلاله اللي هو فيكتور انا بترجم من كلامه مباشرة بيقول ان اصبح حاليا التمرير التلقائي يعمل بشكل افضل او بشكل اكثر زكاء بالذات حلت بعض المشاكل اللي كانت تقابل بالذات على الفيسبوك وتويتر هو اللي ضرب الامثلة دي وضرب كمان مثال ببرنامج تاني اسمه اي تي سي مش عارف ايه هو البرنامج ده بصراحة هو بيقول مثلما كانت المشاكل في التمرير التلقائي في السابق مع فيسبوك وتويتر واي تي سي ده اتحلت فيهم خلاص تقدر تمرر بشكل طبيعي جدا من خلال الاصدار الجديد 5.1 الذي يعمل من اندرويد 5.1 فيما فوق طيب ممتاز طيب مش بقول لكم جمعة انا في اللغة الانجليزية صعبة شوية اللغة الانجليزية معاني صعبة اي تي سي يعني فيسبوك وتويتر الى اخيره يعني المفروض بقى كل البرامج التي تحوي المشاكل بتاعت التمرير التلقائي في التوكباك شفتوا يا جماعة الناس اللي بتهتم شفتوا احنا عمالين نقول للتو عشان بلس ولا حيات المنتونادي هم بيحاولوا بس ما بيعينوش حتى ان هم بيحاولوا انما هنا هو بيقولوا فعلا المشكلة دي كانت مجودة لما كنت بتلف على يعني صفين كده من الفيسبوك كانت تطلع تاني بحث والمزيد والاشعارات والكلام ده دلوقتي ان شاء الله على عهدت فيكتور مفيش في فيسبوك وتويتر وإلى آخره وإلى آخره يعني دي مفتوحة بقى كله يجرب اللي كان عنده مشاكل في بعض برامج فيها تمرير التلقائي على التوكباك يجرب بقى والراجل سايبها مفتوح تمام كده ممتاز شكرا للاستاذ وليد طيب عندنا عندنا خلاص خلاص خلاصنا الاوتو سكرولينج او التمرير التلقائي ايه في المتنوعات تاني بيقول ان اعدادات اعدادات درجات التنقل هتعود الى الافتراضي حينما يتم فتحة محاورة او نافذة جديدة او قائمة جديد يعني ايه الكلام ده هقول لك ان شاء الله بس خليك معي اهلا بكم من جديد تمانية وتسعة لتلت تمانية واربعين دقيقة بتوقيت القاهرة اه ان شاء الله هنتكلم يعني هنحاول نتكلم بس سامحون انا ما خدناش مداخلات كتير لان انا بحاول اشرح ايه اللي حصل يعني نتكلم ولا اشرح اغطيال ان انا اشرح عشان نتكلم بعد كاب راحتنا في وقت تاني لو ما لحقناش نتكلم النهاردة اه ان شاء الله طيب بيقول ان ان اللي قلت لكم اشرح لكم بيقول ان هو اعداد التنقل بين درجات القراءة القراءة سوف يعود الى الافتراض حينما تفتح نافذة او قائمة او 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 ايه او محاورة جديدة يعني ايه الكلام ده يعني انت دلوقتي كنت تقرأ مثلا بدقة الكلمات في شيء معين هل يجب عليك ان انت ترجع للافتراضي تاني لما خرجت برا الحاجة دي خالص لما تلقيت على الشرق السيء مثلا لا هو هيرجعك لوحده على الافتراضي هو هيرجعك لوحده على الافتراضي وهي دي المتنوعات لسه في حاجات تانية ما تروحش بعيد تخليك قاعد هنا معايا عشان تسمع بس يعني سيب كل حاجة ويسمع هنا بس على عالم كيف تقني الصبق اللي بصراحة يعني يا ربي يكون عجبكم لان انا تعبت فيه يعني يا ربي فعلا يكون عجبكم ان شاء الله اخر حاجة مش اخر حاجة هقولها لا اخر حاجة في الاقسام اللي هم حددها هو حدد اقسام وتنوعات وويب وتعديل نصوص كل واحدة اتكلمنا فيها خلاص احنا عرفنا مش اكرر تاني اخر حاجة اماءات اماءات مختصرة جديدة في الكيبورد الخارجية اماءات مختصرة جديدة في لوحة المفاتيح الخارجية زي ايه يا فيكتور اولا بيقول انت طبعا مش عارف انت ابرده عارف ولا مش عارف ان فيه خريطتين لتعامل مع توك باك على الكيبورد الخارجية اه وطبعا يؤدي بيه التعامل مع الجهاز يعني يا اما فيه خريطة اسمها خريطة كلاسيكية او خريطة افتراضية كان لما بتسطى بالتوكباك الحديث بينزل بيقلب على الخريطة الافتراضية حتى لو انت كنت عامل الكلاسيكية خلاص فده التوكباك اللي هو نزل في شهر 6 آسف اللي نزل في شهر 4 هو اللي كان فيه الخريطة الافتراضية الجديدة وهي أسهل الحقيقة وأجمل ولكن هو بيقول أن من هنا وجاي هيحترم خصوصية هو بيقول كده الأفراد ومش هيغير لهم يعني لو هم بيسطوا بالتوكباك ده على توكباك قديم مش هيغير لهم الخريطة بتاعتهم هيسيبها على الافتراضي افتراضي والكلاسيكي الكلاسيكي ولكن ينصح باستخدام الافتراضي هو بينصح بالاستخدام الافتراضي وأنا بنصح معي برضه الافتراضية الجديدة أجمل بكتير طيب طيب بيقول نحن سنحترم الإعداد الحالي الموجود على الأجهز طيب زي إيه بقى زي إيه الحاجات الجديدة اللي عملها في الكيبورد فتح قيمة الإعدادات السريعة فتح قيمة الإعدادات السريعة اللي احنا بنفتحها هي بالنسبة لتلفونات سامسونج بتبقى موجودة حاجة اسمها Quick Settings أو الإعدادات السريعة أو بتبقى موجودة أصلا بمجرد أن تفتح الشريط إنما في معظم تلفونات الأندرويد المفروض أنت بتفتح الشريط بعد كده بتنزل بسبعين عشان تطلع قيمة الإعدادات السريعة بقى عملها دلوقتي هو مفتاح مختصر على الكيبورد أو لوحة المفاتيح الخارجية طيب بس هو ما حددهاش يعني سايبها لك إنت اللي تحددها يعني هو عمل إتاحة إن إنت تحدد لها حاجة وإنت عشان تحدد لازم في الخريطة اللي هي الحديثة اللي اللي افتراضية تبقى Alt و حاجة بس ممكن تبقى Alt Control حاجة وقلت شفت حاجة حسب بقى لو هي متاخدة قلته حاجة دي على طول خلاص فهو ما حدد لهاش هو حاجة سابق أنت تحددها كما شئت طيب عمل مفتاح هو بقى اللي حدده لحاجة اسمها الإجراءات المخصصة وأنا كنت اتكلمت عنها في توقب 5.0.4 الإجراءات المخصصة اللي هي بتطلع سواء لما تحدد نص داخل مربع تعديل Alt Control Alt Control Space Alt Control Space بتفتح ال Custom Action أو الإجراءات المخصصة خلاص ودي هو قيلها على الخريطة الحديثة أما بيقول على الخريطة القديمة لو انت عايز تحددها حددها انت خلاص بس الخريطة القديمة لازم تكون Alt و Shift و حاجة خلاص إنما هنا Alt بس وحط فيها اللي انت عايزه أو ممكن تغير ال Alt ده بمفتاح تاني طيب بيقول كمان ان ان لما هتحدث توك باك من توك باك لتوك باك أي مفاتيح انت عاملها مخصصا بس انت ممكن تخش تغير كل اللي أنا بقول لك عليه ده يعني انت لو دخلت إدارة اللوحة المفاتيح خلاص في اللي ما قلنا في عيادات توك باك هتعرف ان أي وفي حاجة افتراضية بس انت ممكن تغير كل المفاتيح دي وتعملها حاجات تانية بس اما حاجة يكون فيه مفتاح اللي هو أساسي ومفاتيح تانية بقى إضافية Alt مثلا أو Control ويتغير كما شئت بقى الباقي طيب هل كده فيه صوت معلش هل كده فيه صوت طيب يا ترى كنا وصلنا لغاية فين هل تقدر تقول كنا نتكلم عن ايه كده الخريطة الكلاسيكية والخريطة الافتراضية تمام كده فهو بيقول انه هو عمل مفتاح للكويك شاتنجز بس انت اللي هتحدده في الخريطة الافتراضية خلاص اللي هي الأدادات الشريعة بس انت اللي هتحدده بيدك وعمل مفتاح اللي هو Alt Control Space عشان يفتح الاجراءات المخصصة او ال Custom Options ال Custom Actions ال Custom Actions الاجراءات المخصصة اللي هي موجودة من اول اندرويد خمسة واحد واحد فيما فوق خلاص وقال انه بالنسبة للخريطة الكلاسيكية ممكن تعمل الاجراءات المخصصة دي بيدك انت مش محدد له هو حاجة وقال انه لما تيجي تحدث توك باك اي مفاتيح انت كنت مخصصها او انت ممكن تبدل المفاتيح دي يعني ممكن تعملش زي ما هو قيل سيما حاجة يبقى فيه مفتاح اساسي فلو انت مخصص اي مفاتيح غير الجاية افتراضي مش هيغيرها لما تحدث توك باك تاني وهتنطبق على كافة التطبيقات يعني بس مش عشاشة الرئيسية ولا زي كان الاول ولا في تطبيق معين لا كل التطبيقات هتنفذ الكلام ده كل التطبيقات هتنفذ الكلام ده عايز اديكم امثلة بسيطة للخريطة الكلاسيكية Alt Alt سهم يمين العنصر التالي Alt سهم الشمال العنصر السابق Alt سهم فوق العنصر الاول في الشاشة Alt سهم اسفل العنصر الاخير في الشاشة Alt انتر الضغط Alt Shift انتر الضغط المطول طيب لهنا بخلص كده كلام فريق توك باك او توك باك تيم وبيقولنا تطلع الى ملاحظاتكم حول هذه المستجدات مش على حاجة تانية عايز ملاحظات علشان يأكد بقى ويعمل التوباك الرسمي يعمله بدل ما هو بيتا يعمله رسمي قبل ما اختم بقى المكان ده ان شاء الله معلش شيخ خليد هندي الناس ايه ممكن نديهم برضو تلت ساعة كده نعلق يعلقوا على الموضوع لان فعلا الموضوع كبر بس كان لازم يتعامل كده عشان الناس متزعلش بس ان شاء الله معلش يا جماعة هنعلق برضو في يوم الخميس بقى نكون جربنا اكتر وعرفنا السنة جامعتكم النهاردة علشان نعرف طيب برضو من تحضيرها التحضير اللي انا حضرته النهاردة ان شاء الله بفضل الله ملاحظات لاحظتها انا ولاحظها الاعضاء زي وما قالهاش فيكتور لما بتفتح اي مكان مثلا رسالة مثلا رسالة بيبقى فيها مربع تعديل تحت مجموعة واتساب او الخاص محاكسة واتساب اي مكان اللي ما بتفتحه بيبقى الفوكس او التركيز على مربع التعديل طبعا انت ممكن تتحرك كما شئت بس دي ملاحظة احنا والاعضاء انا والاعضاء لاحظناها خلاص لاحظوا ايه كمان الاعضاء احنا في اندرويد المكفين لاحظنا ايه لاحظنا فكرة مايكل واتساب وانا شرحتها ان ليه ليه ما بقاش يعمل اشعارات لانه هو كان بيعالج مشكلة البحث الصوتي انه احيانا كان بينطق كلام فياخد الكلام مع كلامك انت فعشان كده جات بفايدة مع مايكل واتساب واصبحت ان انت لما بتعلقتوك بك او بتستأنفه ما بيقولش لان ده اشعار بينما لو صحبت او كده بيقول طيب من ضمن الاشياء اللي انا لاحظتها شخصيا ودي شيء جميل للامانة ركز معا فيه وهو ما قالوش فيكتور بس شيء رائع انا شايفه كويس جدا ان لو فيه زر بيبدل وظفتين يعني مثلا ايه انت على اليوتيوب خلاص وبتعمل فيه عندك ارجاع وايقاف مؤقت وتقديم سريع ايقاف مؤقت او ليه بوز ايقاف مؤقت يعني المقطع شغال فاللي ظاهر قدامك ايه ايقاف مؤقت هتدوس عليه بيقوم ناطق اسم الوظيفة اللي يقدر يعملها لو اتغيرت يقول تشغيل لوحده مش تروح تلمسه مرة تانية يعني مثلا ايه هو قال ايقاف مؤقت هو دلوقتي ايقاف مؤقت انا دوست على الايقاف المؤقت اتحولت لتشغيل احنا عارفين كده نتحول عكسها بس بيقوم ينطقها يعني اصبح بينطق التحويل ما بين الزر اللي بيعمل حاكتين يعني بينطقوا الزر ها مش مربع التحديد الواحد يقول له مربع التحديد اقولك اه ما كان بينطقوا لا انا بقولك على زر بيعمل كذا حاجة زر بيعمل بلاي و بوز مثلا بيبقى اسمه بلاي ولما بنشغل بيبقى اسمه بوز لما انت بتضغط عليه بيغير اسمه وينطقه لك كان زمان لازم تروح تشوفه واتغير اسمه وانت قبل ما تضغط عليه خلاص دي برضو حاجة لاحظتها انا شخصيا لاحظنا برضو انا والاعضاء تغيير فيه الترجمة بتاعت اللغة العربية كان بيقول زمان فيه قائمة ومن قائمة وكانت مش مفهومة فعلا اصبحت اسمها في القائمة وخارج القائمة في القائمة وخارج القائمة طيب فيه كمان فيه ملحوظة سلبية اعتقد لاحظها الاعضاء اللي هي كان لما بتحط الشاحن بيقول الشاحن ويقول مستوى البطارية كذا اصبح ما بيقولش كده بيقول الشاحن بدأ الشاحن تم البدء الشاحن تم التوقف او توقف الشحن وخلاص ما بيقولش رقم البطارية كام طبعا وبيقوله لما تيجي تتلمس الشاشة وتشوف بيقوله خلاص كده بس هي مش عارف انا اعتقد ان دي حاجة سلبية يمكن يمكن يبلغ في حد يبلغ عليها انا وعدتكم نقول لكم على ردود افعال الايس فري في حد يبلغ عليها في الايس فري واحدة قالت له واحد هندي مسلم بلغ عليها يعني وقالت له هي واحدة برضو افغانية تقريبا قالت له لأ انا ما عنديش كده انا مش فهم زي هي ما عنديش كده خلاص برضو من ضمن الحاجات في الترجمة اللي لاحظناها انه اصبح بيقول لما كان في مستوى اللي هي لما بتجي تحب توك باك تخفض صوته من داخل اعدادات توك باك او تخفض صوت النغمات المصاحبة كان ما بيقولش كان بيقول صفر في المية من توك باك كان بيقول حاجة غريبة كده لما بيكون التليفون باللغة العربية الآن اصبح بيقول عادي خمسة وعشرين خمسة وسبعين بس الخمسين بيقولها صفر مش عارف ليه بس يعني الحمد لله اصبح بيقول طيب بعض مستخدمين اللوليبوب خمسة واحد لاحظوا ان شريط تقدم بيظهر او مش بيظهر بيقال يعني بيتكلم لما بتكون رسالة الواتساب بتتحمل بينما لم يلاحظ ذلك اصحاب المارشميلو اللي هما اندرويد ستة برضو استاذ وليد اليمان بلغ عن حاجة ليه على الخاص بيقول ان البرامج اللي فيها تاب ويبات زي السجلة السجلة مثلا بتاع سامسونج فيه تابات واضحة اللي فيها تاب ويبات مش اللي مكتوب فيها بس الدردشات بس من غير كلمة تبويب لا زي الواتس مثلا زي سكايب خلاص بيقول ان انت لو فتحت قيمة سياق المحلي هتلاقي هتلاقي حاجة اسمها في التنقل الصفحات ويقصد التبويبات يعني لو ضغطت على الصفحة التالية ينقلك مثلا على التابة التانية التبويب التانية بدون ما انت تضغط عليها بس يعني ممكن تكونش لها لازم هوي وبعد كين لو فتحت القيمة مرة كمان انت قيمة سياق المحلي ودخلت الصفحات وهتلاقي بقى السابقة والتالية خلاص فدي بلغ عليها بردو الاستاذ وليد الامام انتظروا حلتنا الجديدة من 1 نوفمبر 2016 انتظروا الاستاذ محمد عبد الفتاح في قناة عالم كفيف تقني في الزلو وهو يقدم لكم كل جديد في عالم الاندرويد غير حياة في كل خميس من كل اسبوع بتمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسع بتوقيت مكة السادسة بتوقيت غرينتش مع كل جديد وعالم كفيف تقنيه دوما معكم لتصروا الى عالم في امكانية الوصول بشكل افضل موسيقى واطلب رضا الله حتى العيش تهناب موسيقى هو ده اللي حصل في توك باك يا جماعة هو ده اللي جرى انا هتلقى اسئلتكم لمدة ايه ربع تلت ساعة كده ان شاء الله نكملها على الجروب ونكملها بس كده اعطاقنا السورة تضحت ونكملها في جروب الواتس وجروب الفيز وفي حلقة الخميس ان شاء الله موسيقى